تتواصل الهجمات على المتظاهرين المناهدين لحكومة رئيسة الوزراء التايلندية يانجلوك شينواترا حيث قتل شخصان بينهم فتى في الثانية عشرة من العمر فيما أصيب 22 آخرون في انفجار وقع بالقرب من تجمع لأنصار المعارضة في العاصمة بانكوك شهود أيان أكدوا أن قنبلة يدوية كانت وراء الانفجار الذي وقع على مسافة قريبة من المراكز التجارية الأملاقة في العاصمة التايلندية ويأتي الحادث الجديد بعد ساعات من آخر مماثل شهده إقليم تراد شرقي البلاد بعدما هاجم مسلحون مسيرة مطالبة بإسقاط الحكومة ما أدى إلى مقتل طفلة في الخامسة من العمر وإصابة 37 آخرين ويطالب المتظاهرون المناهدون للحكومة باستقالة رئيسة الوزراء التي يتهمونها بأنها دمية في يد شقيقها الهارب رئيس الوزراء السابق تاكسين شينواترا اشتركوا في القناة